للحديث عن مستقبل تركيا في إطار رؤية قرن تركيا التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عيد الجمهورية التركية ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والمحل الأسياسي التركي باكير أتجان أستاذ باكير مرحبا بكم بداية ما الجديد الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتفالية هذا العام في عيد الجمهورية التركية لماذا قرن تركيا؟ دلالة هذا المصطلح أستاذ باكير أولا مساء الخير لكم ولمستمعين الكرام طبيعي تركيا منذ فترة طويلة تسعى جاهدة أن تكون دولة عظم المنطقة وليست دولة أقليمية والدليل على ذلك بأنها بعد أن دخلت مجموعة العشرين جميع المعطيات في الفترة الأخيرة تقول بأن تركيا الآن هي ثالث دولة من حيث الاقتصاد في هذه المجموعة العشرين خاصة في الفترة الأخيرة والأهم أيضا جاء تصريح أمس لبعض المسؤولين الاقتصادين في العالم بأن الدولة الوحيدة في العالم الآن خاصة بعد كورونا أصبحت فيها نمو الاقتصادي مقارنة مع الدول الأخرى إلى جانب الدول العشرين ودول العالم كلها هي الوحيدة الآن من نمو اقتصادها بسرعة وعالية جدا مقارنة مع الدول الأخرى النقطة الأهم أيضا وجدت تركيا نفسها بأنها تتطور صناعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا كما هو معروف الصناعات الدفاعية نعم طائرات المسيارة نعم إلى جانب المسيارات هناك طيارة بدون طيار نعم وأيضا بعد سنتين أو ثلاثة سوف تكون طائرة حربية من الجيل الخامس يعني بمثابة F35 الأمريكية أو سيخوي 57 الروسية نعم فهذا يعني بأن هناك قفزة نوعية في تركيا هذه القفزة سوف تعطي لتركيا بأن تكون هي دولة عظمى وأمس عندما أشار أردوغان بشكل واضح أمام هذه المعطيات الكبيرة في الفترة الأخيرة إلى جانب صناعة سيارة هو كما هو معروف طوغو أيضا يعني إذن تركيا انطلقت من الناحية الصناعية في شتى المجالات في المجالات العسكرية في الاقتصاد في حتى في المجالات الاجتماعية وحتى السياسية نعم إذن أصبحت عندما تقول هي دولة عظمى نعم ولكن إعلان البداية وليست بأنها أصبح ولكن خلال السنوات القادمة القريبة سوف تكون واحدة من الدول العظمى خاصة في ظل النظام الجديد التي سوف تكون بعد جاحة كورونا وأيضا بعد أو قبل حتى انتهاء الحرب الأورانية الروسية سيد باكير في شق ثاني ما الذي سيتغير في تركيا بحال تغير الدستور؟ لماذا أضحى تركيا بحاجة ماسة لتغيير الدستور؟ ما الأسباب التي تدعو إلى ذلك؟ سيد العزيز كما أشار أردوغان أمس في خطابه تركيا تحضر نفسها لأن تكون دولة عظمى لكن لكي تحضر نفسها أن تكون دولة عظمى تحتاج إلى تغيرات جزرية وعلى رأسي الدستور لأن القرارات التي تأخذها كما كانت في النظام البرلماني أعطيكم مثالا مع احترام لمشهد العراقي الآن نعم يعني منذ شهور وإلى الآن لا يستطيعون حتى تعين رئيس وزراء إذا عينوا رئيس وزراء الاقتصاد مشلول السياسة منتهية كل شيء صحيح والمشاكل تزداد ولا تنقص يوميا لماذا؟ لأن هذا النظام الجديد يحتاج إلى أخذ قرارات بسرعة وهذا الدستور الجديد سوف تعطي وتمهد لتركيا لنظام رئاسي قوي كما هي في الولايات المتحدة كما هي في روسيا كما هي في بريطانيا يعني هناك كما هو معروف برلمان ولكن الملكة هي التي تقرر وهناك القرارات تكون بسرعة لأنها يعني فرانسا نرسل شيء معنا نصف رئاسي إذن تركيا تأخرت في هذا المضمار فتحتاج إلى تغيير الدستور والتي سوف تتغير وأيضا على تركيا في حال كانت أو أصبحت في الفترة القادمة القريبة جدا دولة عظمة أن لا تكون مشاكل بسيطة لا الحجاب لا الحريات يعني هذه النقاط يجب على تركيا أن لا تهتم في هذه النقاط بسيطة وعلى الشعب أن يدرك تماما بأن لا تحتاج إلى إضاعة الوقت في مشاكل سانوية نحتاج إذا لابد أن نكون دولة عظمة نحتاج إلى تغيرات جزرية بدلا من الدستور والعمل نحو كيفية القيم بواجباتها عندما تكون دولة عظمة هذه غير كافية أيضا لماذا أقول غير كافية؟ لأن تركيا تنتقد الأمم المتحدة وتنتقد العضاء الخمسة بأنهم يتحكمون إذن الدول الأخرى تحتاج إلى عدالة عدالة وتركيا عندما تكون هذه الدولة العظمة من واجباتها أولا وأخيرا أن تنشر العدالة بين شعوب العالم فإذا لن تفعل هذا فإذا ليس لها أي معنى بأنها أصلحة دولة عظمة يعني لا نريد كشعب تركي وكشعب في هذه المنطقة أن تكون تركيا دولة عظمة من أجل استغلال الآخرين من أجل كابتل حريات من أجل قتل وتشريد شعوب المنطقة أو العالم في أفريقيا في دول الجوار كما تلاحظون إذن دولة عظمة لنشر العدالة لكل شعوب العالم أستاذ باكير على مستوى السياسي الخارجي لتركيا يعني الجميع يؤشر على نباهة وحنكة الرئيس التركي رجب طيب أردغان في حل معظم المشاكل خاصة في دول الجوار وأيضا في أقصاء العالم ما الذي أعطى تركيا كل هذه المكانة الكبيرة؟ هل هو السر في شخصية الرئيس رجب طيب أردغان أم ماذا؟ يعني طبيعي يعني في عنا أعتقد آية أو حديث لا أريد أن أخطئ عندما تسعى لشيء بجدية لكن من قالص قلبك فسوف تتوفق فيها فأردغان فعلا سعى من أجل يعني إرخاء هذا الشيء للعالم فكان نصيبه ربما على نياته كانت لصالحه وأخذ فرصة لكي يعطي للعالم بأنه هو قادر على هذا الشيء ولكن طبيعي هذه لن تكون لوحدي لابد تحتاج إلى دعم شعبي وهذا باعتقد في انتخابات التي سوف تكون سوف لابد منها أن ينجح وهذا النجاح سوف تكليله أكثر مما كانت عليه بقوة وحنكة لكي تحل هذه المشاكل في دول الجوار وفي داخل تركيا لأنه إذا كانت لن تحل وهذا من إحدى أسباب تغيير الدستور أيضا إذا لن تكون المشاكل الداخلية محلولة إذا المشاكل التي بدول الجوار مع تركيا مستحيل حلها أقف عندكم عند كلمة أو مصطلح أنتم ذكرتموه أن تركيا تحلم بأن تكون دولة عظمى ليس فقط في المناطق المجاورة والدول المجاورة لكن على مستوى العالم ولكن أنت ذكرت بأنه هو الانتخابات القادمة في حزيران يونيو عام 2023 ماذا عن المعارضة التركية كيف تنظر لهذه الرؤية رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان هل تملك المعارضة رؤية أخرى لتقدم تركيا ونهضتها أستاذ باكير لا أضم ذلك لماذا؟ لأن للأسف الشديد المعارضة التركية أولا ضعيفة من ناحية السياسية ومن ناحية تقبل الشعب التركي لها تصوروا ستة أحزاب والآن جميع الأحصائيات تقول بأن استطلع رأي لها تقول بأن أردوغان ما زال الحزب الحزب الأول والأكسرية الساحقة يريد انتخاب أردوغان مرة أخرى لماذا؟ لأنه يقدم يعني الحلول الاقتصادية علما بأن المشكلة الاقتصادية كبيرة ولكن هذه ليست في تركيا في العالم كلها صحيح ثانيا والتي يهم تركيا يعني تركيا كانت قبل سنين ربما لا تشكر لا في الاقتصاد ولا في العسكرة ولا في السياسة ليس لها اسم في العالم كلها ولكن اقتصاديا كما هو معروف مع احترامي للعراق العراق انتاجها من النفط العالمي 9% لكن الدخل الوطني للفرد الوحيد أقل بكثير من تركيا علما بأن تركيا قبل سنتين الآن تدفع سنويا للنفط فقط 70 مليار دولار وما فوق إذن هذه كبيرة جدا تقولون العراق عندها مشاكل طيب ايران ايران عدد سكانها قريبا من تركيا تملك البترول كمان 19% من نفط العالم من مخزون العالم أيضا تركيا الآن مقارنة مع ايران متفوقة على هذه الدول مصدرة لنا مبقس متفوقة اضعاف اضعاف متفوقة بكل شيء تجدون المشاكل التي تعيشها ايران الآن داخلية وخارجية بينما اذا ذهبتم الى الدول الاخرى المجاورة وحتى الدول الاخرى يرحبون بتركيا لماذا؟ لان في الفترة الاخيرة خاصة عندما يقول اردوغان اربح اربح يعني بمعنى اخر هذا السبب انا قلت تركيا لا تريد ان تكون وحيدة تكسب وتستغل سوف تريد ان تتقاسم هذه الخيرات مع اخوتها مع جاراتها مع كل دول العالم وخاصة الدول الفقيرة التي عانت وما زالت معاني من الاستغلال والاستبداد التي تتحكم فيها الدول الخمسة العضاء في مجلس الامن نستثبر وجودكم هنا في فتح اكثر ملفات عن تركيا وعن الرئيس رجب طيب اردوغان هناك ملاحظات ربما اشرت على قبل عدة سنوات تحول النظام في تركيا من نظام برلماني الى نظام رئاسي هل ترى ان بمصلحة تركيا ان تعود للنظام البرلماني استاذ باكير لا اظن ذلك والتركيا والشعب التركي يرفض سألت لني قبل قليل لماذا لا توجد يعني رغبة للمعارضة بهذا الشكل وجميع كما اشارنا قبل قليل يعني استطلاع الرأي العام لصالح حزب العدالة والتنمية لصالح اردوغان لانهم لا يقدمون اي مقترح جديد يقولون نحن نريد الرجوع الى نظام البرلماني التي هي نفسها التي اسقطت الدولة العثمانية في الفترة الأخيرة نعم كما هو معروف في الفترة الأخيرة كان نظام البرلماني في عدد الدولة العثمانية وليس في جديد هي نفسها استمرت في عدد الجمهورية التركية وفي الفترة الأخيرة إذا أخذنا باعتبار من الناحية الاقتصادية والمشاكل الانقلابات التي حصلت متتالية في تركيا كلها لأن النظام البرلماني لن يستطيع إحداث أي تغيير لا اقتصادية لا سياسية لا عسكرية في تركيا دائما كانت هناك مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية في تركيا لا تحول شيء لكن بعد التغير الذي حصل من برلماني إلى رئاسي مع أنها جديدة أقل من خمس ست سنوات صارت هناك أحداث نوعية في تركيا أو تغيرات نوعية في تركيا إن كانت من الناحية السياسية القرارات تؤخذ بسرعة هذه مهمة جدا ثانيا تغيرات في الاقتصاد لما وجد أردغان بأن أو الرئيس الجمهورية نستطيع أن نقول عندما وجد بأن الدول العالم كلها في الفترة الأخيرة بعد جاهد كورونا تعاني مشاكل اقتصادية وماذا قال الكل يقولون يجب رفع الفائدة تركية قالت العكس إذن قرار من سريع ومباشر من رئاسة الدولة لو كان برلمان لكان قسم منهم يعارب قسم منهم يوافق وهذه القرارات تتأخر والاقتصاد تتزعزع والشعب يقتل بعضه بعضا لأن هذا الاقتصاد يؤثر على عامة الشعب في تركيا وعلى جيرانيا الكاتب والمحلل السياسية تركي باكير أتجان شكرا جزيلا لكم شكرا اتجان اتجان